سيدة فلسطينية من ناخص يعني تحية الاهل فلسطيني النهاردة ويا رب نصره القريب بإذن الله هلو هلو يا أميراتي مساء السعادة والجمال وحشتوني طبعا قوي رب تكونوا بخير النهاردة وفي أفضل حال وأهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد زي ما تعودنا كل يوم مع بعض النهاردة معنا سيدة فلسطينية في منتهى الجمال أفكارها الجميلة جدا وحفظها كمان على التراس فلازم الفيديو النهاردة يكون تحية كبيرة لكل سيدة عربية كل سيدة فلسطينية وأحلى تحية كمان لحبيبتي الغالية على قلبي أحلى مونمون بشكرك على وجودك الدايم في حياتي نهاردة الفيديو شكري ليكي على كل كلمة حلوة بتكتبهايلي في كل فيديو حتى لما بغيب عنكم بلاقيها بتبعاتلي على الواتس بتسأل علي وتقولي فين فيديو النهاردة يا رب تكوني كويسة جد بحبك قوي 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 نورة طبعا السعودية دلوقتي يا رب تكوني دايما في أفضل حال وأحلى دكتورة في الدنيا ربنا يوفقك ويجمعك بولادك يا رب على خير بشكركم جدا جدا على وجودكم في حياتي بجد مش مجرد فيديو بنزله انت أخوات غالين جدا على قلبي كل حد يعني بيرجع يتكلم معي وتواصل معي بجد يعني مش عارفة أشكركم ازاي ان انا تعرفت على ناس زي يكون فخورة جدا لكم في حياتي فيا رب يدمكم حاجة حلوة كنتوا دايما في أفضل حال يا أحلى أمارات تنسوش اللايك الجميل بتاعكم الكومنت الجميل فيديو النهاردة كان شكري لك يا أحلى مونمون كل فترة هننزل شكري كده لحد بتحية خاصة لكم بإذن الله في الفيديو فما تنسوش كمان الكومنت بتاعكم تكتبولي اسمكم وإنتم منين عشان أنزل لكم فيديو خاص بكم تعال ندخل في تفاصيل الفيديو بقى عشان احنا اتكلمنا كتير النهاردة بسا مونمون تستحق كل الكلام بجد يا رب كده تكوني في أفضل حال سيدة النهاردة زي ما انتوا شايفين كده الطابع الفلسطيني الحلو قوي الزتون الموجود اللي بدأت ان تعمله على الكوسترز أو المفارش اللي تحت الأطباء على فازة الورد بتاعتها وديكورات الحيطة زي ما هنتابع في آخر الفيديو كم تفصيلة حلوة جدا جدا للستايل بتاع الخريطة بتاعت فلسطين كمان برضو أجواء الخريف اللي احنا بنتابعها لأيام دي مع السيدات هنشوف كام فكرة وكان تغييرها طبعا للمرايات الجديدة فكرت مرة ان هي تحط تحتهم الاتنين فوتي أو الاتنين بوف بتاعها أو الكراسي بتاعتها بالشكل ده وبعدين بعد شوية غيرت الستايل وبدأت تحط الكنسول أو المكتب فدي برضو يعني دي من ضمن التغييرات اللي احنا بنقول ما بنحسش بالملل ازاي في البيت نحنا ممكن نغير من كتع الأساس بتاعتنا نغير أماكنها نغير في الديكورات اللي حطيناها على الترابيزات فأكيد كل ده هيغير من نفسيتنا وحنبقى اعملنا حاجة مختلفة عندنا في البيت طبعا هو اللون الدهب يلون حلو جدا مع اللون الأبيض زي ما تبعنا فيديو مبارح كده اللون الأبيض مع الخشبي أو اللون الأبيض لما بيدخل مع أي حاجة بيدي تفاصيل لذيذة زي ما فيه بعضنا بيخاف من اللون الأبيض أو بيخاف من اللون الأسود لكن احنا ممكن نطعامه في شوية حاجة ما يبقاش يعني طبعا فيه ناس بتخلي البيت كله أبيض في أبيض بس لو انتوا بتخافوا ممكن تدخلوا في شوية تفاصيل من الدكورات بتاعتكم عشان تكمل كمان الاناقة بتاعتها اكيد لازم تعمل شوية اضاءات الزبوتس الصغيرة اللي بدأت تحطها على المرايات او كمان في الزرع او الشجر الكبير بتاعها الحيطة التانية بدأت تحط فيها طبعا تشوفنا التابلوهات قبل كده بتاعت الاسامي بتاعت افراد الاسرة بس بعد كده بدأت تحط تحتها ديكور جديد واضافة جديدة من الاساس تحاول ان هي تغير شوية من الستايل بتاع الحيطة فيها تفاصيل جديدة كل شوية بحيث تديها شكل مختلف الترابيزة التانية كمان السايل اللي جابتها اللي هي فكرة ان هي بدأت تحطها زي استاند كده للكتب بتاعتها كمان مع الاضاءة خلت برضو منها ستايل جديد كمان برضو حابت ان هي تجدد المطبخ بتاعها بشوية تفاصيل داخل فيها برضو الروح الفلسطينية الجميلة ببعض النقاشات او ببعض الرسومات اللي موجودة عليها الزتون وكمان هي طبعا السيدة اسمها غفرون فحابت ان هي يكون لها كمان تاتش كده او اسمها يكون موجود في اللوك بتاع المطبخ بتاعها زي ما كنا بنقول دايما حطوا تابلوهات او حاجات خاصة بالمطبخ مثلا او بالكوفي كورنر حلوة كمان احنا نحط حاجة فيها اسمنا من حيث ان هي اسبشية الشباية او معمولة لنا فكانت لذيذة قوي مع الخشب كمان ده هنا الطبع الفلسطيني اللي انا بقولكم عليه في التابلوهات اللي على الحيطة اللي معمولة بشكل الخريطة بتاعت فلسطين ويه كمان اللي داخل فيها الشال الفلسطيني اللي داخل فيها الزتون لبساها ديكوراتها كل تفاصيلها يعني شوفوا حتى الشال اللي بقولكم عليه بدأت تحطوا سروع على الفوتي بتاعها يعني بتبدأ ان هي تدخل التفاصيل بتاعتها بألوانها بأو بأشكالها المختلفة كل مرة بس يعني التصميم نفسه واحد اللي هو شكل الخريطة لكن كل مرة انتوا شايفين بيبقى ليه ألوان مختلفة او أشكال مختلفة احنا كنا تابعنا لها فيديوهات قبل كده في رمضان اللي كانت بتعمل المحراب او الشكل اللي هو القبة بتاعها في الديكورات كنا بتعمله بتفاصيل كتير قوي فهي بتحب بتعمل او الديزاينز دي انا ما عرفش بقى اذا كان هي ليها ده شغلها او ليها الشركة الخاصة بيها اللي بتبدأ ان هي تعمل كل الديزاينز دي وتبدأ ان هي تسوقها ولا بتديها لحد ان هو يعمل لها التفاصيل دي وتبدأ تحطها في بيتها اعتقد ان هو ده شغلها ان هي تبدأ تعمل التصميم وتبدأ ان هي تنفذه بالشكل ده فبتورينا كل الافكار الممكنة ازاي بتقدر تضيف ده في ديكورات البيت فحاجة لذيذة قوي لو احنا كمان برضو يكون عندنا هواية ونقدر ان احنا نميها بشكل لذيذ كمان عندنا في البيت لو انتو عندكم حاجة زي كده وحابين ان انتو تعملوها ممكن انتو لتعملوا التصميم وتخلوا ناس متخصصة وهي اللي تعمل لكم التنفيذ بقى فدي برضو اعتبقى حاجة لذيذة قوي ان انتو تطبقوها فكل التفاصيل الحلوة اللي احنا شفناها مع بعض بالسطيل الفلسطيني الجميل جدا 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 من الحاجات اللذيذة اللي بدأت ان هي اضيفها خصوصا كمان انتو شايفين ان هي ممكن تعمل الشكل الواحد بكذا مقاس فممكن يتحطوا جنبه بعض كمان كشكل كده تكميلي يكون حلو قوي فبجد يعني برافو عليها وان هي قدرت تعمل حاجة زي كده وتقدر ان هي تنفذها وتسوقها كمان فاكيد طبعا شابول كل ستة عربية تقدر ان هي تعمل حاجة وتبدع فيها وكمان تكسب منها دخل اكيد هتكون حاجة مميزة قوي كمان هنا برضو الشكل اللي هو بتاع المحراب اللي انا كنت بقول لكم عليه حبيت ان انا جيب لكم المقطعة ده عشان تفتكروا التفاصيل بتاعة الدكورات بتاعتها اللي كانت بدقة ان هي تعملوا في الدكورات بتاعتها في الشكل ده في رمضان فكانت برضو دي من الافكار المميزة لها خلال الفترة اللي هي بتاعت رمضان نتابع معاها بقية الدكورات بعض ستايل الفاظات اللي بدأت ان هي تستخدمها طبعا الفاظات الدجوناتز ديات منه الحاجات اللي بقى تريند قوي بس زي ما بقول لكم انتوا حاولوا ابعيدوا عن الحاجات اللي هي منتشرة يعني يخلوكم في الحاجات اللي هي مش تقليدية زي ما بنقول علشان موضيتها ما تبطلش وتبطل موجودة عندكم يعني شايفها شكل فوزة زي دي بالالوان بتاعتها او التفاصيل اللي فيها شايفها ممكن تكون مميزة اكتر عن شكل الدوناتس اللي بقى تقليدي لنا كلنا فدي برضو كانت من الاختيارات بتاعتها الاشكال الفوزات بالاشكال والالوان والاحجام بتاعتها المختلفة وبتورينا كمان بعض تفاصيل ازاي بتضيف الديكورات بتاعتها على الترابيزة اللي تكون موجودة في المص عندكم في الانتري او في الليفين تقدر تحطوا شموع مثلا معفظات الورد وبعض الديكورات اللي انتوا تقدروا تحطوها كمان على الكوشنز مثلا او افكار الكوشنز اللي تقدروا تدفوها على الكراسي بتاعتكم فده كان الشكل بتاعها لتنسيق الترابيزة او كمان برضو تقدر ان هي تعمل كونسول بطريقة كمان حلوة تدخل فيه تفاصيل الشموع او الورد او المرياد بطريقة كمان تكون مميزة يعني فكرة ان هي تحط الفوزة بتاعتها واحدة تكون فيها ورد والتانية تكون فاضية والجنب التاني بدأت تحط الطبق بتاعها اللي فيه القلوب فماتش حلوة اوي في الالوان وبعض الديكورات بس الصغيرة اللي ضفيتها على الترابيزة خلت الكورنر ده قد ايه يكون مميز زي ما انت شاهدتو اخر حاجة نختم معاها بيها برضو تفاصيلها في المطبخ الحلوة او دخلة برضو فيها الطابع الفلسطيني زي الفوزة كنا شوفناها كمان عملتها برة في الامتاري بدأت ان هي تضفها هنا في الكورنر بتاع المطبخ مع الشال الفلسطيني الحلو يا رب ينصر كل الدول العربية يا رب كل الدول العربية تكون في السلام دايما يا رب وينصر اهل فلسطين يكون نصره وفرحته قريبا باذن الله علينا جميعا يا رب وهشوفكم كلكم في افضل حال يا اميراتي بشكركم على وجودكم بشكركم على حسن المشاهدة طبعا لو وصلتم معايا لحد هنا انتو اغلاء اخوات على قلبي ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم قبل الفيديو ما يخلصوا تعليقكم الاجمل من الاجمل واكيد اشتراككم طبعا يفرحني جدا وجودكم معايا ونتقابل بكرة على خير باذن الله فيديو جديد تفاصيل جديدة وحكاية جديدة مع سيدة جديدة ناخد من كل سيدة ركاية حلوة لبيتنا ونخليه دايما في افضل حال شوفكم على خير الفيديو الجاي والسلام